يا عثيفة يا حطي كل درد انتهاكات جسيمة تعرض لها ملايين الأطفال السوريين دون سنة العشرة مع استمرار النزاع في البلاد هذا ما كشفت عنه ممثلة الأمم المتحدة الخاصة بالأطفال والصراع المسلح في تقرير حذرة من عواقب تعرض الأطفال للعنف والانتهاكات لفترة طويلة التقرير الأممي الذي يغطي الفترة الواقعة بين شهر تموز عام 2018 وشهر حزيران عام 2020 ذكر أن قتل الأطفال وتشويههم وتجنيدهم واستخدامهم كان من أكثر الانتهاكات الجسيمة التي تم تحقق منها ووضح التقرير أن العدد الفعلي للانتهاكات التي تعرض لها الأطفال ليصل لأكثر من أربعة آلاف وسبعمائة وأربعة وعشرين انتهاكاً شرى من قبل أكثر من اثنين وثلاثين طرفاً في النزاع السوري كمادت الضربات الجوية والقصف العشوائي للمناطق المأهولة بالمدنيين إلى قتل أو تشويه ما لا يقل عن ألفين وسبعمائة طفل خلال سنتين الماضيتين فيما جند أكثر من ألف واربعمائة طفل من قبل خمسة وعشرين طرفاً على الأقل من أطراف النزاع المختلفة وسلط التقرير الضوء على تجنيد الأطفال من قبل الفصائل الإرهابية التابعاً لاحتلال التركي مؤكداً أنه يتم تجنيدهم وتدريبهم في سوريا قبل تهريبهم إلى ليبيا المشاركة في الأعمال العذائية وحول وضع الأطفال في مخيمات شمال وشرق سوريا طلبت مماثلة الأمم المتحدة بأن تضع الدول الخارجية الأولوية لتسهيل عودة الأطفال من مخيمي الهول وروج إلى دولهم الأصلية ترجمة نانسي قنقر